يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة التاسعة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك لا زال حديثنا يتواصل في الصناعة المهدوية الفائقة للزهرائيين جعلت كلامي في الحلقات المتقدمة في شاشات متعددة وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الشاشة السابعة وهي الشاشة الأخيرة في هذا الموضوع الشاشة السابعة جولة بين مجموعة من آيات الكتاب الكريم زبدة مضمونها تتعانق بنحو واضح مع مضامين الأحاديث التي عرضتها بين أيديكم في الشاشات عن متقدمة لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام لكنني سألخصه في جملة واحدة إمامنا إمامنا موجود الطريق إليه مفتوح ولكننا نحن الذين نقول إننا شيعة لصاحب الزمان ذهبنا في طريق آخر إنه طريق البتريين هذه هي الحقيقة من الآخر أعود إلى الشاشة السابعة تناولت بعضا من الآيات حيث وقفت عند الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران وكذلك عرشت على سورة النساء حيث الآيات وبحسب تسلسل عرضها في البرنامج الثالثة والثمانون بعد البسملة التاسعة والخمسون بعد البسملة الرابعة والستون بعد البسملة من سورة النساء وعرشت كذلك على سورة التوبة حيث الآية الثالثة بعد المئة والآية التاسعة والخمسون والآية الرابعة والسبعون وانتهى الحديث عند الآية الثامنة والخمسين بعد البسملة من سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وبحسب تفسير العترة لقرآنها ففضل الله هنا رسول الله ورحمة الله هنا أمير المؤمنين خلاصة الكلام زبدة القول إذا كنا نتحدث عن الله وعن دين الله ليس هناك من طريق إلى الله وليس هناك من دين مقبول عند الله إلا ما كان من طريق محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون مما يجمعون من كل شيء في هذه الدنيا على اختلاف أصناف ما يجمع الناس إن كان ذلك في الجانب المادي أو كان ذلك في الجانب المعنوي أو كان ذلك في الجانب البرزخي ما بين المادي والمعنوي النجاة هنا النجاة عند محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران هكذا نقرأ في أدعية الفرج من سورة يونس أذهب بكم إلى سورة الفتح وإلى الآية العاشرة بعد البسملة بعد البسملة إنها بيعة الوفاء مع رسول الله وآل رسول الله إن الذين يبايعونك يا رسول الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله الطريق إلى الله محمد صلى الله عليه وآله ولا يوجد طريق آخر نحن لا نستطيع أن نتواصل مع الله بنحو مباشر البيعة مع الله هي بيعة مع محمد والذي يبايع محمدا فإنه يبايع الله والذي يضع يده في يد محمد فإنه يضع يده في يد الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما السياق هو السياق والمضمون هو المضمون إلى الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون تلاحظون تلاحظون أن كل شيء مرده إليهم مرده إلى محمد وآل محمد المؤمنون هنا هم هم الراسخون في العلم وهم هم الذين مر ذكرهم في كل التفاصيل التي تحدثت الآيات المتقدمة عنها في هذه الشاشة مر كل ذلك علينا في الحلقة الماضية ولا زال الكلام في نفس الاتجاه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون عملنا هذا لابد أن يكون مستندا إلى علم جاءنا منهم فمثلما ينظرون إلى أعمالنا إنهم يوصلون علمهم إلينا وإلا ما فائدة أن ينظروا إلى أعمالنا وهم لم يسددون لم يوصلوا علمهم الأصيل إلينا لابد أن يصل علمهم إلينا أكانوا في زمان الحضور أم كانوا في زمان الغيبة مثلما في زمان الحضور هناك وسائل وآليات وطرق تتناسب مع عصر الحضور في زمان الغيبة كذلك ولذا فإن النصوص المتقدمة كلها تشير إلى إمام موجود بين أظهرنا إنه وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الطريق إليه مفتوح فيضه واصل إلينا لا يوجد مانع من جهته المانع من جهتنا نحن الذين أعرضنا عن طريقه وأعرضنا عن فيضه وذهبنا وراء البتريين هذه هي الحقيقة الصريحة الواضحة الجلية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إذا كان أمرنا راجعا إلى البتريين فلا حاجة لمضمون الآية هذه لأن الآية هذه لن تكون منطبقة بنحو مثالي لم يكن العلم قد وصل إلينا منهم ولا بد أن يكون عملنا مبنيا على علم على دين علمي وليس على ظنون واستحسانات خرقاء وقياسات باطلة واجتهادات شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان هذا هو حال دين سقيفة بني ساعدة وبعد ذلك جاءت سقيفة بني طوس على المنهج نفسه من سورة التوبة إلى سورة الأحزاب وإلى الآية السادسة والخمسين بعد البسملة والتي بعدها إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا النصوص واضحة في كتب الشيعة وفي كتب السنة من أن الصلاة في هذه الآية الكريمة هي صلاة على رسول الله وعلى آل رسول الله إذا جعلنا الصلاة على رسول الله فقط فهي صلاة بتراء نهانا رسول الله عنها صلى الله عليه وآله سقيفة بني ساعدة سقيفة بني ساعدة أبناؤها أتباعها علماؤها كما يحلو لهم أن يقال لهم علماء هم علماء بدين سقيفة بني ساعد هؤلاء يصلون على النبي ويبترون ويبترون الصلاة على آل النبي ويبترون أيضا اللعنة الذي تحدث القرآن عنه دققوا النظر في الآيتين في الآية السادسة والخمسين والسابعة والخمسين بعد البسملة من سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذه الآية السادسة والخمسون بعد البسملة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهين إنها الآية السابعة والخمسون بعد البسملة من سورة نفسها من سورة الأحزاب إذن هناك صلاة وسلام على رسول الله وآل رسول الله وهناك لعن على أعدائهم نواصب سقيفة بني ساعد يبترون الصلاة على آل رسول الله ويبترون اللعن على أعداء رسول الله وآل رسول الله وإذا أرادوا أن يصلوا على آل رسول الله يأتوننا بالصحابة معهم يضيفون بدعة وحينما يضيفون الصحابة إنهم يقصدون أعداء رسول الله وآل رسول الله من الصحابة الذين قتلوا الزهراء يقصدون هؤلاء بالدرجة الأولى فأي تحريف في هذا الدين تلاحظون هذه الحقائق أمام أعينكم إذا ما ذهبتم إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم في نفس الصحيحين وهذا يجري في بقية كتبهم لكنني أشير إلى هذين الكتابين الذين يوضعان في دين سقفة بني ساعدة بعد كتاب الله في هذين الكتابين في باب الصلاة على رسول الله أو في باب تفسير هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي الأحاديث عندهم في البخاري وفي مسلم من أن الصلاة على رسول الله نقلا عن رسول الله هي أن نصلي على محمد وآل محمد لا يوجد ذكر للصحابة ومع ذلك فإن صحيح البخاري من أوله إلى آخره وكذلك صحيح مسلم كلما جاء ذكر النبي صلى عليه صلاة بترة البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه دين الافتراء ودين الأكاذيب ودين المنافرة مع رسول الله وآل رسول الله هذا واقع أمام أعينكم حينما يصلون على رسول الله يبترون الصلاة على آل رسول الله ويبترون اللعنة على أعداء رسول الله وآل رسول الله الذي جاء مذكورا في القرآن تدبروا في الآيتين من سورة الأحزاب في الآية السادسة والخمسين والسابعة والخمسين بعد البسملة هناك صلاة وسلام على رسول الله وهناك لعن على أعداء رسول الله وآل رسول الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة يؤذيني ما آذاها يؤذيني ما آذاها نبينا الأعظم حين يذكر الزهراء صلوات الله عليها يقول يؤذيني ما آذاها وهذه الأحاديث في كتبهم هذه الأحاديث في كتبهم في صحاحهم الأولى يؤذيني ما آذاها الذين آذوا فاطمة ملعونون على لسان الله في هذا الكتاب الكريم ولذا فإن صلتنا برسول الله وآل رسول الله أن نصلي عليهم جميعا أن نصلي على محمد وآل محمد وأن نسلم على محمد وآل محمد وأن نسلم تسليما بعقولنا وقلوبنا لهم نحن نسلم سلام التحية عليهم ونسلم ونسلم تسليم العقيدة بعقولنا وقلوبنا لهم صلوات الله عليهم ونلعن أعداءهم هذا هو منطق القرآن والذين يخالفون هذا يخالفون منطق القرآن سقيفة بني ساعد تخالف منطق القرآن بنحو صريح واضح يصلون على النبي الصلاة البتراء وإذا أرادوا أن يصل على آله يضيفون الصحابة معهم ويقصدون بالصحابة بالدرجة الأولى الذين آذوا فاطمة وقتلوا فاطمة ويحذفون اللعنة من أحاديثهم يصبحون أكثر فهما وأكثر حكمة من الله الله هو الذي يصلي ويسلم ويلعن هذا هو القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينة في سورة نفسها في الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة إنني أقرأ من سورة الأحزاب هو هو الذي يصلي عليكم علي وعليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته لماذا ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما متى نستحق هذه الصلاة إذا ما صلينا على رسول الله الأحاديث واضحة الذي يصلي على رسول الله وعلى آله الأطهار فإن الله يصلي عليه وإن الملائكة تصلي عليه أضعاف ما صلى على رسول الله وآل رسول الله الأحاديث واضحة في هذا ولا أريد أن أقف عند هذه الأحاديث هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما إذن علينا أن نصلي على رسول الله وعلى آله الأطهار وأن نسلم على رسول الله سلام التحية وعلى آله الأطهار النبي نهانا عن الصلاة البتراء وعن السلام الأبتار وعن الدين الأبتار وعلينا أن نسلم أمرنا في ديننا ودنيانا أن نجعل عقولنا وقلوبنا في دائرة العبودية في طاعتهم في طاعة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وأن نتبرأ من أعدائهم براءة فكرية عقائدية وأن نتبرأ منهم براءة قولية أن نلعنهم تخلقوا بأخلاق الله هذا هو نداء رسول الله صلى الله عليه وآله خلاصة ديننا تخلقوا بأخلاق الله وأخلاق الله هذه هي يصلي ويسلم على رسول الله وآل رسول الله ويلعن أعداءهم سبحانه وتعالى هذا هو قرآنه الآيات واضحة صريحة حينما نكون هكذا فإن الله يصلي علينا وإن ملائكته كذلك يصلون علينا هو الذي يصلي عليكم وملائكته لأي شيء ليخرجكم من الظلمات إلى النور هذا يعود بنا إلى سورة البقرة وإلى الآية السادسة والخمسين بعد المئتين بعد البسملة وما بعدها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوتي ويؤمن بالله ماذا يترتب على ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقة في تفسير العترة العروة الوثقة ولاية علي ولاية أمير المؤمنين العروة الوثقة عنوان من عناوين علي إنه اسم من أسماء علي في الكتاب الكريم والذي يستمسك بالعروة الوثقة هو الذي يستمسك بولاية علي التي هي ولاية محمد والتي هي هي ولاية الله فمن يكفر بالطاغوتي ويؤمن بالله تلاحظون أن الكفر بالطاغوتي يكون مقدمة كلمة التوحيد أولها كفر بكل الآلهة لا إله إلا الله لا إله كفر بكل الآلهة لا إله إلا الله وإيمان به سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الصلاة على رسول الله واللعن على أعداء رسول الله وآل رسول الله صورة تقريبية لهذا المضمون اللعن على أعداء رسول الله وآل رسول الله كفر بالطاغوت والصلاة والسلام على رسول الله وآل رسول الله إيمان بالله لأننا حين نبايع رسول الله نبايع الله وحينما نحب رسول الله نحب الله وحينما نبغض أعداء رسول الله إننا نبغض أعداء الله وحينما نسلم على رسول الله إننا نسلم على الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لم فصام لها والله سميع عليم تستمر الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بأي شيء بالصلاة على رسول الله بالعلاقة بمحمد وآل محمد هكذا قرأنا قبل قليل هو الذي يصلي عليكم وملائكته لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات البعد عن محمد وآل محمد إلى نور القرب من محمد وآل محمد والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهل للكافر من نور حتى يخرج منه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور هذه ظلمات النقص البشر الذين آمنوا يعانون من ظلمات النقص البشر إنها ظلمات الجهل إنها ظلمات السفاهة إنها ظلمات التفاهة إنها كل الظلمات الشيطانية التي تأتينا من شياطين الجن أو من شياطين الإنس حينما نلجأ إلى أبوابهم حينما نطوف حول أعتابهم فإننا سنخرج من الظلمات إلى النور من ظلمات أنفسنا ومن ظلمات الدنيا ومن ظلمات الشياطين أتحدث عن شياطين الجن والإنس إذا ما تمسكنا بعروتهم خرجنا من الظلمات إلى النور هذا واضح وبديهي جدا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ظلمات وهم مؤمنون من جهة أنفسهم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الذين كفروا أي نور كانوا فيه حتى يخرجوا من ذلك النور إنهم صحابة النبي الذين آمنوا بمرحلة التنزيل وحينما بدأت مرحلة التأويل مع بيعة الغدير كفروا فخرجوا من نور الإيمان الذي كان في مرحلة التنزيل إلى كفرهم الذي أصبح عليه في مرحلة التأويل وإلا ليس للآية من معنى وهذا الكلام ليس من عندي هذا تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذا هو الجزء الأول طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والخمسين بعد المئة إنه الحديث الحادي والستون بعد الأربع مئة عن عبد الله بن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة من وصل الكلام إلى الآية والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات عبد الله ابن أبي يعفور يقول قلت قلت للصادق صلوات الله عليه أليس الله عنا بها الكفار حين قال والذين كفروا فماذا قال له إمامنا الصادق صلوات الله عليه وأي نور للكافر وهو كافر فأخرج منه إلى الظلمات إنما عنا الله بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام في مرحلة التنزيل فلما أن تولوا كل إمام جائر في سقيفة بني ساعد ليس من الله خرجوا بولايتهم إياهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب لهم النار مع الكفار فقال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأي نور للكافر وهو كافر فأخرج منه إلى الظلمات هؤلاء آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله في مرحلة التنزيل وهناك من دخلوا طمعا دخلوا على نفاق أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل والمجريات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بمحمد وآل محمد بولاية علي وآل علي والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إلى ظلمات أعداء علي وآل علي الآيات واضحة وواضحة جدا نذهب إلى فاصل ما جاء في مناجات العارفين المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه تلخص كل المطالب التي مرت في الشاشات المتقدمة ابتداء من الشاشة الأولى وانتهاء بالشاشة السابعة إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان أقتطف بعض عبائر هذه المناجات إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم نحن لا نستطيع أن نحب الله إلا من خلال حبنا لمحمد وآل محمد قد تقولون لماذا لا نستطيع لأننا لا نعرفه كيف نحب من لا نعرفه إننا لا نعرفه ليس لنا من طريق إليه طريقنا إلى الله محمد وآل محمد صلوات الله عليه ولذا فمن أحبهم فقد أحب الله ومن أبغضهم فقد أبغض الله من والاهم من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عاد الله هذا جوهر دين العترة الطاهرة لباب بيعة الغدير اللهم والي من والاه الحديث عن أمير المؤمنين اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله أحب الله من أحب حسين هذا الحديث المعروف والموجود في كتب الشيعة وكتب السنة أحب الله من أحب حسين فحينما تتحدث المناجات السجادية هذه عن لوعة المحبة ومن أنها أخذت بمجامع القلوب هذه لوعة محبتهم ولمحبتهم لوعة ولمحبتهم حرارة حرارة لا تنطفئ إنها لوعة تعتلج في ضمائر محبيهم إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون هنيئا لهم ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون هذه العبائر بحاجة إلى شرح وبيان لكن المقام ليس منعقدا للحديث في مثل هذه الجهات فهم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون وشرائع المصافات يردون قد كشف الغطاء عن أبصارهم كيف كشف الغطاء إن لم يكن الطريق مفتوحا إلى إمام زماننا هل هؤلاء البتريون اللعناء هم الذين يكشفون لنا الغطاء هم لا يحسنون أن يقرأوا صلواتهم الواجبة قراءة صحيحة وهذا أمر عرضناه بالوثائق وبالحقائق وبالفيديوات لا يحسنون قراءة صلاتهم هذه العمائم الكبيرة السوداء والبيضاء في النجف هؤلاء خائبون فاشلون إلى أبعد الحدود لا يحسنون قراءة صلاتهم وأدل دليل على ذلك تنقل صلواتهم بالبث المباشر وهم لا يحسنون قراءتها يتصورون أنهم يحسنون القراءة جهال هؤلاء جهلهم مركبون أغبياء هؤلاء غباؤهم مركبون ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بالمرجع الأسفل قد كشف الغطاء عن أبصارهم الذي يكشف الغطاء عن أبصار الزهرائيين لا أتحدث عن نفسي وعن الذين يصفون أنفسهم بهذا الوصف لأنهم يحبون هذا الوصف أنا أتحدث عن الزهرائيين الحقيقيين الذين حدثتنا عنهم النصوص المتقدمة والأدعية المتقدمة في الحلقتين الماضيتين قد كشف الغطاء عن أبصارهم وماذا بعد وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم هل هناك منظنون هل هناك من قواعد علم الكلام هل هناك من هراء علم الرجال هل هناك وهل هناك من كل هذا الضلال الحوزوي الطوسي الشافعي المعتزلي قد كشف الغطاء عن أبصارهم وبالمناسبة هذه المناجات ضعيفة السند بحسب قذارات مراجعكم في النجف وكربلة لكنكم تجدون أن المضامين تتفق مع كل النصوص التي تقدمت ومع كل مضامين الآيات الله ولي الذين أهمنوا ماذا يفعل لهم يخرجهم من الظلمات إلى النور هذا هو الإخراج من الظلمات إلى النور يصلي علينا وملائكته تصلي علينا لأي شيء لإخراجنا من الظلمات إلى النور وكل ذلك بسبب ولايتنا لمحمد وآل محمد بنحو عام وللحجة بن الحسن العسكري بنحو خاص هذا إذا كنا من الزهرائيين الحقيقيين فإمام زماننا هو الزهرائي الأول الذي اتخذ الزهراء أسوة له كما مر علينا في توقعاته الشريفة فهل يتخذها أسوة وهي ليست بإمام ماذا تقولون يا أيها العباقرة إمام محصوم يتخذ الزهراء أسوة فهل يتخذها أسوة وهي ليست إماما طيح الله أحظكم طيح الله أحظ دينكم قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم ليس هناك من ظنون واحتمالات وشكوك وأوهام واحتياطات وجوبية واحتياطات استحبابية قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم هذه الزهادة الحقيقية التي تنتج حكمة وليست الزهادة التي يضحك بها عليكم مراجعكم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل التي لا تنتج إلا عيان وإلا جهلان وإلا غباء لأنهم منافقون ولأنهم مراءون ولأنهم كذابون ولأنهم يضحكون عليكم هم ملبسون مخادعون مثل ما وصفهم إمامنا الصادق المشبهون بأنهم لنا موالون يشبهون على الشيعة إنني أتحدث عن المراجع الطوسيين البتريين في حوزة النجف وكربلاء منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم وعذب في معين المعاملة شربهم شربهم وطاب في مجلس الأنس سرهم ماذا أقرأ وماذا أترك من هذه المناجات كل حرف فيها بحاجة إلى بيان وشرح وتوضيح لكن المعنى الإجمالية واضح من أن العلم واليقين ومن أن الهداية والنور يمكن أن تصل إلينا إذا ارتبطنا بإمام زماننا وإذا أعرضنا عن هذه الحثالات البترية المرجئية إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون هذه الأفكار وهذه الحقائق هل يخرجونها من عند أنفسهم أم أنها تصل إليهم بتسديد وتفهيم من إمام زمانهم مثل ما كان سلمان المحمدي محدثا عن إمامه لا يجهز به فهم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون وشرائع المصافات يردون هذه كؤوس الحكمة التي تردهم من إمام زمانهم صباحا ومساء مثل ما حدثنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقرأت ذلك عليكم من نهج البلاغة الشريف وسأعود إلى كلامه أيضا ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون وشرائع المصافات يردون قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم وعذب في معين المعاملة شربهم وطاب في مجلس الأنس سرهم الحقيقة واضحة ولا تحتاج إلى كثير من الكلام إمامنا موجود الطريق إليه مفتوح فيضه واصل إلينا نحن الذين منعنا أنفسنا عن ذلك وحرمنا أنفسنا من فيضه العميم لماذا؟ لأننا تركنا دينه دين العترة الطاهرة دين غدير علي وآل علي وذهبنا نركض وراء هؤلاء البتريين وراء هؤلاء الحثالات نذهب إلى فاصل أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا من خلال النصوص التي عرضتها بين أيديكم من الشاشة الأولى إلى الشاشة السابعة ومن خلال الوقفة القصيرة في فناء المناجاة السجادية التي عنوانها مناجاة العارفين الجمل الوجيزة التي اختطفتها تلخص كل الكلام المتقدم بهذا ينتهي كلام الذي عنونته تحت عنوان صناعة الزهرائي وصار واضحا لدينا هناك صناعتان هناك صناعة شيطانية بامتياز هي صناعة البتريين الشيطان صنعهم ولا زال يصنعهم وهناك صناعة مهدوية فائقة رائقة إنها صناعة الزهرائيين مثلما يريد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا مثلما نريد نحن هذا يدفعني للحديث عن نقطة مهمة قد لا يكون الوقت المتبقي كافيا لطرحها بشكل واضح سأتحدث عنها بحسب ما يسنح به المجال صناعة الزهرائيين تمثل ما يصطلح عليه في زماننا بالبنية البشرية يمكننا أن نقول البنية البشرية ويمكننا أن نقول البنية البشرية البنية البشرية في المصطلحات المعاصرة والتي قد يعبر عن أهم جهاتها بالتنمية البشرية فالتنمية البشرية هي جزء من إنتاج البنية البشرية صناعة الزهرائيين هي البنية البشرية للمشروع المهدوي أكان ذلك في مرحلة الغيبة أم كان ذلك في مرحلة الظهور المشروع المهدوي يتحرك في زمان الغيبة وهو بحاجة إلى بنية بشرية وكذلك فإن المشروع المهدوي سيتحرك بكل طاقته وبكل فاعليته في مرحلة الظهور وهو بحاجة أيضا إلى بنية بشرية صناعة الزهرائيين من قبل إمام زماننا من قبل ألطافه الجلية والخفية تمثل البنية البشرية للمشروع المهدوي لكن المشروع المهدوي يحتاج إلى بنية أخرى التي قد يعبر عنها في مصطلحاتنا المعاصرة بالبنية التحتية إنها البنية المؤسسية المشروع المهدوي يحتاج إلى رجال لكنه يحتاج إلى تقنيات يحتاج إلى أجهزة يحتاج إلى وسائل يحتاج إلى آليات يحتاج إلى مؤسسات يحتاج إلى مراكز يحتاج إلى قواعد وفي جميع الإختصاصات فأين هي هذه هل تتوقعون أن المشروع المهدوية لا يمتلك البنية التحتية في زمان الغيبة إذا كنتم تعتقدون هذا فبسبب جهلكم بثقافة العترة الطاهرة بسبب بعدكم عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعن حديثهم المفهم بتفهيمهم فمثلما هناك صناعة للزهرائيين وهناك بنية بشرية هناك بنية تحتية بنية أساسية بنية مؤسسية للمشروع المهدوي بعض جهاتها في عالمنا الأرض لكنها في مساحات لا يراها الناس مثلما أن الناس لا يرون إمام زماننا فإنهم لا يرون تلك المساحات هذه البنية المؤسسية منها ما هو في العالم الأرضي ومنها ما هو في الأجرام السماوية الأخرى هذا هو الجزء الخامس والخمسون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والتسعين وهو ينقل لنا عن تفسير القمي بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أمير المؤمنين سيد الأوصياء يقول هذه النجوم التي في السماء يتحدث صلوات الله وسلامه عليه عن الأجرام السماوية التي عبر عنها في القرآن بزينة السماء الدنيا ما يسمى في عصرنا بعالم الفضاء أمير المؤمنين يقول هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض إلى آخر كلامه لا أريد أن أقرأ الحديث بكل تفاصيله سأكون مضطرا لشرحه ولا أجد وقتا لذلك وإنما أكتفي بموطن الحاجة هنا هكذا يقول سيد الأوصياء هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض سأعود إلى هذا الكلام لكنني أردت أن أقرب الفكرة بنحو إجمالي نحن نقرأ في سورة الرحمن في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة الخطاب يوجه للجن والإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا هذه إجازة لكنها مشروطة فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان بسلطان العلم إنه العلم الذي يمكنكم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فهل يعقلوا أن الجن قادرون على ذلك وهل يعقلوا أن البشر برغم كفرهم قادرون على ذلك والجن كافرون أيضا إمام زماننا لا يكون قادرا على ذلك هل هذا الكلام منطقي مثلما يفكر البشر أن يستثمر في الفضاء وأن يفعل ما يفعل وكذلك الجن أيضا هناك مساحات في الفضاء لا يستطيع البشر أن يصل إليها ولا يستطيع الجن أن يصل إليها كل شيء قائم بمحمد وآل محمد كل شيء خاضع لولاية محمد وآل وآل محمد وستأتينا الروايات والأخبار ستأتينا الأحاديث المفصلة في هذا الموضوع إذن البنية المؤسسية البنية التحتية الأساسية للمشروع المهدوي فيما يرتبط فيما يرتبط بالتقنيات المختلفة والوسائل والآليات وسائر الشؤون الأخرى ما هو أمر ضروري لتحقيق المشروع المهدوي على أرض الواقع في عالم الشهادة وفي عالم الغيب متوفر في مساحات على الأرض وفي الأجرام السماوية في زينة السماء الدنيا وفي الملأ الأعلى وفي الملأ الأعلى كل هذا سيأتي عرضه في الحلقات القادمة نحن إلى الآن نتحدث في حاشية البانوراما لا زال الكلام في هذه الحلقة والتي بعدها لا زال الكلام كلاما في إطار البانوراما لم يتحرك الحديث باتجاه مركز اللوحة إلى هذه اللحظة الكلام كله ضمن الإطار ضمن الحاشية إذن هناك بنية بشرية تتمظهر في صناعة الزهرائي وهناك بنية تحتية أساسية مؤسسية لها مواقعها ولها مجالاتها في العالم الأرضي في الأجرام السماوية في زينة السماء الدنيا بحسب التعبير القرآني وفي السماوات العلا في الملأ الأعلى في توقيع إسحاق بن يعقوب إنه التوقيع الأهم بين التوقيعات المهدوية الشريفة أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في الصفحة الثامنة بعد المائتين من توقيع إسحاق بن يعقوب الذي ورد إلى السفير الثاني بخط إمام زماننا وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي الإمام يقول وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب والسحاب الغيوم البيضاء وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب والسحاب أكان غيما أبيض أم كان غيما أسود الانتفاع من الشمس يتحقق بنحو حقيقي الرواية ماذا تريد أن تقول إمام زماننا في هذه الكلمات ماذا يريد أن يقول الإمام يقول من أن المجريات تجري من أن المشروع المهدوية العمل فيه قائم على قدم وساق العمل مستمر متواصل ولكنه بنحو خفي عن أنظاركم مثلما صناعة الزهرائيين تتم بنحو خفي وبعيد عن أنظار الآخرين كذلك البنية الأساسية إن كانت في المساحات الأرضية الخاصة بها أو كانت في الأجرام السماوية من زينة السماء الدنيا أو كانت في السماوات العلا في الملأ الأعلى لأن الدولة المهدوية القائمية عاصمتها الأرض لكن أطرافها تمتد في الفضاء كله وفي عالم الغيب وفي السماوات العلا ذلك هو ملك محمد وآل محمد ملك محمد وآل محمد هو ملك الله الله سبحانه وتعالى ملك ملك لمحمد وآل محمد وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب هذا المضمون ورد في هذا التوقيع الشريف وورد في الأحاديث عن رسول الله وعن إمامنا الصادق الأحاديث موجودة عندنا ولا مجال لحشدها وقراءتها لضيق الوقت وقت البرنامج ضيق والمقام مقام إيجاز وإلا فهذا المضمون من أن الانتفاع من إمام زماننا في زمان غيبته كالانتفاع بالشمس إذا ما غيبت عن الأبصار بسبب السحاب هذا المضمون ورد في أحاديث رسول الله وورد في أحاديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه على رسول الله وآله الأطيبين الأطهرين وها هو إمام زماننا يتحدث عن الحقيقة نفسها فإن المشروع المهدوية تتحقق بنيته البشرية بهذا الأسلوب وكذلك بنيته الأساسية تتحقق بهذا الأسلوب فإمامنا غائب عن أبصارنا في الحقيقة أبصارنا هي المغيبة عن إمامنا نحن لا نرى كذلك لا نرى مجريات برنامجه إن كان على مستوى البنية البشرية أو كان على مستوى البنية الأساسية المؤسسية كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف يشير إلى هذه الحقيقة وقد قرأته عليكم وسأبقى أقرأه دائما هذا الكلام يمثل قاعدة عقائدية وفكرية أساسية في الثقافة المهدوية الأصيلة إنني أقرأ من الخطبة الخمسين بعد المئة في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنه نهج البلاغة الشريف أمير المؤمنين وهو يحدثنا عن إمام زماننا وعن غيبته وعن غيبته الطويلة حيث يصفه من أنه في سترة عن الناس في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره الأمور تجري في الخفاء بعيدا عن نواضرنا في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره إن كان الحديث عن البنية البشرية فها هو أمير المؤمنين يحدثنا ثم لا يشحذن فيها قوم في زمان الغيبة شحذ القين الناصل تجلى بالتنزيل أفصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هذه البنية البشرية صناعة الزهرائيين والأمر هو هو في البنية المؤسسية لأن الزهرائيين يحتاجون إلى آليات إلى وسائل إن كان ذلك في زمان الغيبة أو كان ذلك في زمان الظهور ومن هنا فإن المشروع المهدوي يعتمد على بنية بشرية إنهم الزهرائيون ويعتمد على بنية مؤسسية وهذه البنية موجودة سيأتينا الحديث تباعا نذهب إلى فاصل إذا رجعنا إلى الكتاب الكريم فإن الكتاب الكريم يحدثنا عن أن جانبا موجودا في الحياة الدنيوية نحن لا نراه ولا نتواصل معه وهناك حجب سأخذكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم أبدأ من هنا من سورة ياسين كان في نية أن أقرأ مجموعة من آياتها لكنني أرى الوقت يجري سريعا وأريد أن ألملم أطراف حديثي بقدر ما أستطيع سأذهب إلى الآية الأم في سياق هذه الآيات إنها الآية التاسعة بعد البسملة من سورة ياسين وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّةَ هذا حجاب وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّةَ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّةَ هذا حجاب ثاني فأغشيناهم فهم لا يبصرون من مصاديق هذه الآية العملية معروف في كتب التأريخ وفي كتب السيرة النبوية في كتب السنة وفي كتب الشيعة من أن قريشا لما أخذت قرارها بأن تقتل رسول الله واجتمعوا على باب داره إنها الليلة التي بات فيها أمير المؤمنين في فراش رسول الله صلى الله عليهما وآلهما شباب قريش رجال قريش الذين جاءوا لقتل رسول الله كانوا قد تجمعوا على باب بيت رسول الله والنبي الأعظم لم يكن قد خرج بعد فلما أراد أن يخرج من باب داره وكان أمير المؤمنين يتهيأ للمنام في فراش رسول الله أخذ كفا من التراب ونثره باتجاههم وقرأ الآية وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون مر من بينهم ولم يستطع أحد أن يرى رسول الله هذا تطبيق عملي محدود يمكننا من خلال هذا التطبيق أن نفقها المضمون الذي حدثتكم عنه قبل قليل لا زالت الآيات بين أيدينا فهناك أمور في هذه الدنيا إذا أريد للإنسان أن لا يراها فإنه لن يستطيع أن يراها وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّةِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّةِ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سد أول وسد ثاني وبعد ذلك فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وهذا الأمر يجري في كل زمان وفي كل مكان إن أريد لهذا الأمر أن يجري من قبل صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه ولذا فإن غيبته عن الأبصار تطبيق آخر لهذا القانون وماذا نقرأ أيضا في سورة الإسراء كان في نية أن أقرأ في الحقيقة من الآية الرابعة والأربعين إلى الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة لكنني لا أجد وقتا لذلك سأذهب إلى الآية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بموضوعنا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا هذا الحجاب المستور حجاب معنوي وقد يكون حجابا ماديا مثل ما مر علينا أن النبي قرأ الآية من سورة ياسين فلم يتمكن أحد أن يرى رسول الله فالحجاب المستور قد يكون حجاباً معنوياً أن تحجب قلوبهم فكأنهم يسمعون شيئاً آخر بل قد يكونون في حال كأنهم لا يسمعون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة وهذه الأكنة قد تحجبهم حجاباً مادياً وقد تحجبهم حجاباً معنوياً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً الآية فيها تفصيل كثير الحديث عن حجب معنوية عن حجب علمية عن حجب روحانية وعن حجب مادية أيضاً ترتبط بحاسة السمع وحاسة البصر خلاصة الكلام هناك حجب هناك حجب وهذه الحجب قد تكون للمؤمنين خاصة بهم وقد تكون للكافرين خاصة بهم وقد تكون حجباً في الوقت نفسه للمؤمنين والكافرين هذه الحجب منها ما هو مادي يرتبط بحواسنا مباشرة بحاسة السمع بحاسة البصر وغير ذلك ومنها ما يرتبط بجوانحنا إنها الحجب المعنوية التي تحجب العقول تعطل العقول وتحجب القلوب والضمائر وتحجب الوجدان السليم الحجب أنواعها كثيرة وأسبابها كثيرة أيضاً ومنها ما يرتبط بالمؤمنين فقط ومنها ما يرتبط بالكافرين فقط ومنها ما هو مشترك بين المؤمنين والكافرين والقرآن تحدث في هذا الموضوع كثيراً هذا كتاب الاحتجاج للطبرسي وهو من كتبنا المعروفة والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين صفحة مئتين وثلاثة عش من حديث ومحاورة فيما بين أمير المؤمنين وبعض اليهود حدثنا بهذا الحديث إمامنا الكاظم صلوات الله عليه عن آبائه عن سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام صفحة مئتين وثلاثة عش أذهب إلى موطن الحاجة فالحوار طويل قال له اليهودي اليهودي يقول لأمير المؤمنين فإن إبراهيم إنه إبراهيم الخليل فإن إبراهيم حجب عن نمرود بحجب ثلاث وهذا مذكور عند اليهود والنصارى ومذكور عندنا قال علي صلوات الله عليه لقد كان كذلك هناك حجب حالة فيما بين نمرود وقتله لإبراهيم قال علي لقد كان كذلك ومحمد يستمر أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كلامه ومحمد حجب عن من أراد قتله بحجب خمس إذا كان إبراهيم قد حجب بحجب ثلاث فإن محمد صلى الله عليه وآله قد حجب بحجب خمس فثلاثة بثلاثة واثنان فاضل لأن الكلام في المحاورة بخصوص المفاضلة بين نبينا والأنبياء وإلا فإن محمد صلى الله عليه وآله هو الحجاب الأعظم لا يحتاج إلى حجب لكن هذا الكلام في مستوى من المستويات قال له اليهودي فإن إبراهيم حجب عن نمرود بحجب ثلاث قال علي صلوات الله عليه لقد كان كذلك هذا الأمر كان موجودا مع إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وآله حجب عن من أراد قتله بحجب خمس فثلاثة بثلاثة واثنان فضل قال الله عز وجل وهو يصف أمر محمد صلى الله عليه وآله وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا فهذا الحجاب الأول ومن خلفهم سد فهذا الحجاب الثاني فأغشيناهم فهم لا يبصرون فهذا الحجاب الثالث ثم قال إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورة فهذا الحجاب الرابع ثم قال فهي إلى الأذقان فهم مقمحون من سورة ياسين فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فهذه حجب خمس مقمحون قد رفعوا رؤوسهم إلى الأعلى فهم لا ينظرون يمينا ولا شمالا ولا ينظرون أمامهم ولا وراءهم رفعوا رؤوسهم إلى الأعلى ليس بإرادتهم لا يستطيعون النظر إلى سائر الجهات التي حولهم هكذا جاء في سورة ياسين لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون بسبب هذه الأغلال رؤوسهم قد رفعت إلى الأعلى فهم لا يرون شيئا ذكرت قبل قليل من أن الوقت هو الذي حال فيما بيني وبين أن أتناول مجموعة الآيات من الآية الأولى إلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة ياسين فهذه الآيات ترتبط ارتباطاً واضحاً مع الآيات أيضاً التي أشرت إليها في سورة الإسراء من الآية الرابعة والأربعين إلى الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة بالإجمال 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 هذه الآيات تتحدث عن حجب وهذه الحجب منها ما هو دنيوي ومنها ما هو أخروي هذه الحجب منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي ومنها ما هو برزخي ما بين المادة والمعنى القرآن تحدث في هذا الموضوع كثيراً هذه الحجب موجودة في عالمنا الدنيوي وموجودة في عالم القبر في عالم البرزخ وموجودة في عالم الآخرة موجودة في عوالم الغيب وفي عوالم الشهادة الروايات حدثتنا عن الحجب في عوالم الغيب منها حجب ظلمانية ومنها حجب نورانية هذا موضوع مفصل في سورة الروم ما بين الآية السادسة والسابعة بعد البسملة ماذا نقرأ في الآية السادسة وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون ماذا وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر لنا بها لنا بها لا نراها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة عن الآخرة في الدنيا هم غافلون هذه الغفلة هذه الغفلة سببها حجب معنوية في عقولنا في قلوبنا حجب على فطرتنا نحن الذين نصنعها لأنفسنا وهناك حجب على حواسنا الروايات تخبرنا من أن شيعة علي من أن الزهرائيين يمتلكون أربعا من العيون إنما شيعتنا أصحاب العيون الأربع الزهرائي الحقيقي ليس الذي يلقلق بلسانه الزهرائي الحقيقي يمتلك عينين في رأسه لشؤون دنياه ويمتلك عينين في قلبه إذا كان يستحق البصيرة فإن الإمام المعصوم يفتح العينين التي في قلبه إنما شيعتنا أصحاب العيون الأربع هذه كلماتهم وأحاديثهم هذه ثقافتهم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا البنية المؤسسية هي في هذه الجهة في الجهة الآخرة من الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون البنية المؤسسية للمشروع المهدوي في العالم الأرضي في هذه الجهة هذه الجهة التي يكون الناس غافلين عنها سورة الأعراف حدثتنا 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 عن كثير من الجن والإنس إنها الآية التاسعة والسبعون بعد المئة بعد البسملة وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ماذا تقول سورة الأعراف لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هؤلاء همو همو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا في الآية السابعة بعد البسملة من سورة الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون إنها آخرة الدنيا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أحاديث العترة الطاهرة تخبرنا من أن الله لا يبالي لا يبالي لا يبالي لو أنه لم يبق في الأرض إلا الإمام المعصوم ومؤمن واحد يتبعه فإن السماوات والأرض ستقوم على هذا الإمام وعلى هذا المؤمن الواحد الذي يتبعه الناس هم الذين يفعلون بأنفسهم ما يفعلون هذا التصور عن الكثرة ومن أن الكثرة تكون دليلاً على الحق هذه مهزلة شيطانية ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والأنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل هؤلاء أسوأ من الأنعام أسوأ من الحيوانات أولئك هم الغافلون هذا هو الواقع البشري عموماً والواقع الشيعي خصوصاً إنه الواقع البتري البتريون هؤلائهم لهم قلوب لا يفقهون بها أتحدث عن مراجعهم لو كانوا يفقهون لأدركوا حقائق الدين لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون نذهب إلى فاصل في سورة الأحقاف مثال آخر في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إنها الآية التاسعة والعشرون بعد البسملة وما بعدها من الآيات وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا قال بعضهم لبعض فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين هذه الآيات تتحدث عن برنامج واسع لكن الناس لم يكونوا مطلعين عليه الآيات هي التي أخبرتنا هذا برنامج واسع عملية تبليغ وعملية مشاركة من قبل الجن للإنس في التدبر في القرآن وفي الدعوة إلى دين رسول الله الآيات واضحة وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن مجموعة منهم فلما حضروه قالوا أنصتوا فيما بينهم فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين الوقت لا يكفيني كي أشرح لكم هذا البرنامج المفصل هذا البرنامج كان يجري الناس لا تدري به وهذا مثال مثال هذا المضمون أكدته أيضا سورة الجن في الآية الأولى والثانية بعد البسملة وما بعدهما قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر ما جاء في سورة الجن كان هذا يجري والناس والسماوات مبسوطة وهسعة جدا فكل هذا يجري ويجري ونحن لا نعلم به المشروع المهدوي بنياته البشرية وبنياته الأساسية العمل لأجلهما مستمر متصل قائم على قدم وساق لكننا لا نتحسس هذا لا علم لنا بهذا مثلما إمامنا أبصارنا لا تراه برنامجه في زمان الغيبة على مستوى البنية البشرية وعلى مستوى البنية الأساسية المؤسسية كذلك نحن لا نرى في سورة البقرة في الآية الرابعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار التعبير حقيقي لكننا لا نرى النار التي يأكلونها وهم أيضا لا يرون النار التي يأكلونها يرونها بصورة باردة يرون الأموال ويرون الأطعمة والأشرب ويرون الزينة ويرون البيوت الفارهة ويرون 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 وكل ذلك في حقيقته نار إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب هؤلاء هؤلاء هم سقيفة بني ساعد كتموا حقائق الكتاب في علي وآل علي وهؤلاء هم سقيفة بني طوسي بتروا حقائق الكتاب عن الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة هذا أكل النار في الدنيا ولا يكلمهم الله يوم القيامة الله لا يكلمهم قبل دخولهم إلى النار فهذه النار نار الدنيا ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الآية تتحدث عن الدنيا هذه النار التي يأكلونها محجوبة عن أعيننا وعن أعينهم وهناك الكثير من الحقائق تجري هذا المجرى في سورة النساء في الآية العاشرة بعد البسملة إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بطونهم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا هذا في الآخرة وهذه سين التسويف وسيصلون سين الاستقبال فيما بعد إن الذين يأكلون أموال الْيَتَامَ ظُلْمًا الْيَتَامَ عنوان في حقيقته في محمد وآل محمد وهذا التعبير مأخوذ من الدرة اليتيمة لتقريب المعنى الْيَتَامَ الْمُنْقَطِعُونَ الْيَتِيمُ في العُرْف الذي انقطع عن أبيه أو عن أمه أو عن أبيه وأمه أما محمد هو الْيَتِيم الذي انقطع عن الوجود فهو منقطع عن الوجود فإن الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة المشيئة هي الحقيقة المحمدية أول ما خلق الله خلق المشيئة خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة الحقيقة المحمدية حقيقة يتيمة منقطعة عن المخلوقات ومحمد الذي هو مظهرها الأعظم واسمها الأعظم منقطع عن المخلوقات إن الذين يأكلون أموال اليتامة المحمد وآل محمد والذين أكلوا أموالهم سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي وسقيفة بني طوسي ألعنوا وألعنوا وألعن من سقيفة بني ساعدة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ولكننا لا نرى هذه النار ولا هم يرونها هناك حجب موضوع الحجب في القرآن موضوع واسع مطرد جدا كما بيّنت لكم هناك حجب معنوية ويكثيرة وحجب مادية ويكثيرة وحجب برزخية ما بين المادة والمعنى وهي كثيرة وقد تحدث القرآن عن كل هذه المضامين فحينما أقول من أن مساحات في الأرض لا نستطيع أن نراها لا يراها الناس هذا جزء من هذا السياق القرآني الواسع المتصل في سورة النور ماذا نقرأ في سورة النور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه نحن لا نفقه هذا التسبيح بصريح القرآن ولا نستطيع أن نتحسس هذه المضامين مع أنها حقيقة كونية ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ في كل ذرة حتى من ذرات وجودنا في كل خلية من خلايا أبداننا في كل آن من آنات عقولنا وقلوبنا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ قد يكون هذا خفيا باطنا عنه حال الطير ماذا؟ والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه ماذا نقرأ في سورة الرعد؟ في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة ويسبح الرعد بحمده هذا صوت الرعد تسبيح بحمد الله هل نتحسسه؟ إنه محجوب عنا بالضبط مثل ما تحدثت الآيات في سورة الإسراء وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً هذا الكلام قد ينطبق حتى على الذين يقولون نحن مؤمنون إذا ذهبنا إلى سورة محمد صلى الله عليه وآله في الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها؟ هذا المعنى يأتي على الكافرين ولكنه أيضاً ينطبق على المؤمنين الذين يقولون بألسنتهم نحن مؤمنون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها؟ أنتم أنتم الشيعة نحن الشيعة الطوسيون قلوبنا مقفلة أخفلها البتريون لنا لأن مفاتيح القرآن في تفسير العترة الطاهرة أما تفسير مراجع النجف وكربلاء فهذا تفسير بتري لعين لقد أخفلوا قلوبنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها؟ ويسبح الرعد بحمده إلى آخر ما جاء في الآية فهل نحن ندرك تسبيح الرعد بحمد الله سبحانه وتعالى ماذا نقرأ في سورة الأنبياء في قصة داود النبي في الآية التاسعة والسبعين بعد البسملة وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالِ يُسَبَّحْ وَالْطَيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ فَهَلْ كَانَ النَّاسُ يُسْمَنَا يُسْمَعُونَ يُسْمَعُونَ تَسْبِيحَ الْجِبَالِ وَالْطَيْرِ مع داوود هذا تسبيح خاص الجبال تسبح مثل ما يسبح كل شيء ولكن هذا التسبيح له خصوصية كان إكراما لداود النبي وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالِ يُسَبِّحْنَا وَالْطَيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وهذا المضمون يتأكد في سورة صات في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة في سياق الحديث عن داوود النبي إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بالعشي والإشراق الجبال تسبح في كل آن من آناتها ولكن التسبيح هذا تسبيح خاص لأجل داوود إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بالعشي والإشراق وطير وطير محشورة كل له أواب إلى آخر ما جاء في الآيات فهل كان الناس يسمعون تسبيح الجبال مع داوود بالعشي والإشراق هذه حقائق لكنها محجوبة عن الناس وقت الحلقة انتهى لازالت بقية سأعود إلى إكمالها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى الخلاصة هناك مساحة واسعة في عالم الدنيا وسائر العوالم نحن لا نستطيع أن نتواصل معها هناك حجب حجب مادية حجب معنوية في هذا السياق يأتي الحديث عن البنية البشرية وعن البنية الأساسية المؤسسية للمشروع المهدوي الأعظم بعيداً عن أنظارنا بعيداً عن أنظار الأولياء وعن أنظار الأعداء نلتقي غداً إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله شكراً للمشاهدة